بسم الله الرحمن الرحيم ثانيا من سنن الفطرة الترجل وهو تسريح شعر الرأس ويدل على ذلك أن الدين الإسلامي هو دين يحب الجمال ويحب النظافة قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال وذلك حينما قال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهذه الأمور فطرية يحبها الإنسان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وقال إن الله جميل يحب الجمال من سنن الفطرة كذلك الاكتحال في العين ويجعلها وترا وهي أيضا علاج ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وورد أيضا حديث عن ابن عباس وإن كان فيه ضعف لكنه يستأنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينام وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال رابعا الختان ذكرا أو أنثى فهذا أيضا من خصال الفطرة أو من سنن الفطرة والختان هو القطع بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي تكون فوق الحشفة حشفة الذكر ومن بالنسبة للأنثى قطع جزء من الجلدة الذي يكون فوق الفرج حكمه اختلف الفقهاء منهم من قال أنه واجب على الذكور والإناث ومنهم من قال أنه سن في حق الذكور والإناث ومنهم من فرق بين الذكر والأنثى فقال هو سن في حق الإناث وواجب في حق الذكور وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة أدلت من قال بالوجوب أن هذه ملة إبراهيم الختان ملة إبراهيم عليه السلام فإن إبراهيم عليه السلام أول من اختتن وأيضا استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن ولأن الحشفة في الرجل يحتقن فيها البول والنجاسة وهذه تؤثر على ظهارة الإنسان وقت أدائه العبادة ودليل من استحب الختان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة وذكر من ذلك الختان فجعلها من الفطرة ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن من الفطرة ما يكون واجبا والدليل على التفريق بين الذكر والأنثى قالوا أن ختان الذكر لتحصيل واجب فيكون واجبا وختان الأنثى لتحصيل الكمال فيكون مستحبا ومعنى أن ختان الذكر لتحصيل واجب هو إزالة النجاسة لأن النجاسة تبقى في الجلدة فوق الحشفة فلابد فيجب على الإنسان أن يتطهر وأما الأنثى فهو لتقليل الشهوة في المناطق الحارة فيكون ذلك لتحصيل الكمال فيكون مستحبا وقت الختان الوقت الأول ووقت الوجوب فيجب بعد البلوغ مباشرة لأن الإنسان إذا بلغ كلف بالصلاة ومن شروط الصلاة الطهارة فلابد أن يتخلى عن النجاسة ويستدل لذلك بما يروي عن ابن عباس وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك أي حتى يبلغ والوقت الثاني وقت الاستحباب وهو زمن الصغر قبل أن يميز من بعد الأسبوع الأول إلى أن يبلغ سبع سنوات قبل أن يميز الوقت الثالث وقت الكراهية وهو وقت الولادة وهذا مكره وإن كان في هذه الأيام سهلة لا تؤثر على الطفل فربما في اليوم الثاني أو الثالث لكن لو تركه إلى اليوم السابع لكان أفضل والله أعلم وأحكم